يعني مش عارف يا جماعة ايه اللي بيحصل يعني احنا بنبعى عارفين اكتر منكم وبعد كده استاذ عمرو واهبة النهاردة رح قدم استقالته طب وانت استاذ عمرو حدما تقدمتها الخميس انت بتقدمها تاني ليه النهاردة يعني حاجة غريبة ليه لا انت مقدمتهاش الخميس يعني الواحد مبقاش فاهم حاجة بصراحة في اللي بيحصل في كرة القدم المصرية طالما بنتكلم على لجنة الاندية وانسحاب النادي الاهلي تعالى نشوف اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي ورأيهم في عدم موجود النادي الاهلي داخل لجنة الاندية وقرار النادي الاهلي بالبيع الانفراضي وانا اكد لكم ان القرار ده لن ينفذ لان الدولة مش هتوافق على البيع الانفراضي يعني كل نادي يبيع مع نفسه الدولة لن توافق هنروح لهذا التقرير ونرجع لكم تاني